حساب الجمل حاسب معرفة البرج بواسطة الاسم واسمي لام حاسب حساب الجمل تمكنك من معرفة برجك باستخدام اسمك واسمك وفق جدوى المحدد كل حرف بجدي في حساب الجمل يمثله رقم والارقام تبدأ من رقم واحد وتنتهي برقم ألف يمكن جمع أرقام ما يمثله اسمك واسمك عبر هذه الحاسبة لمعرفة برجك الصاعد أو الطالع الذي تنتمي أليه وكذلك الكوكب والعنصر الذي تنتمي أليه تقوم هذه الحاسبة بتلقي اسمك واسم والدتك ومن ثم تحويل كل الإحرف في اسميكما إلى أرقام وفق جدوى الحساب الجمل ومن ثم جمعهما معه بعد الجمع يقسم الناتج على 12 ويتم التعاطي مع الباقي قيم الباقي تحدد البرج الطالع الذي تنتمي أليه مثال حساب الجمل حاسب معرفة البرج بواسطة الاسم واسمي لام يرجى إدخال اسمك واسمك باللغة العربية مثال محمود سامية وبعدها اضغط على أحسب رقمي ناقص معلومات عن الاسم والرقام والبرج حساب الجمل حاسب معرفة البرج بواسطة الاسم واسمي لام اسمك واسمك الذي ادخلت هو حاصل الجمع بينهما هو صفر الباقي من القسم هو صفر وبالتالي فان برج كاموش بهلام اثنى عاشر وبالتالي فان البرج الطالع هو الحوت وكوكبك هو المشتري جوبيتر والعنصر مائي الان وبعد ان حصلت على النتيجة فستلاحظ ان الحاسبة هذه تقوم بعطائي كالبرج الصاعد او الطالع الذي تنتمي اليه وكذلك الكوكب والعنصر الذي تنتمي اليه تذكر ان هذه الطريقة هي قديمة ونتائجها قد لا تتوافق مع برجك او انها تلئم البرج الصاعد او الطالع وليس البرج الشمسي العادي وهناك طرق عديدة وحديثة وسهلة لمعرفة برجك سواء برجك الشمسي ام برجك الصيني حساب الجمل كنا قد تعرفنا في مقال كيف اعرف برجي على طريقة معرفة البرج بثلاث طرق ومنها طريقة حساب الجمل لمعرفة البرج والتي تعرفت عليها بالتفصيل لان تذكر ان حساب الجمل هي طريقة قديمة لمعرفة برجك ان كنت تجهل تاريخ ولادتك من اذا كنت تعرفه واردت ان تعرف برجك الشمسي او الصيني يمكنك عبر الرابط التالي كيف اعرف برجي من تاريخ ميلادي حساب الجمل هي عملية حسابية بحيث يتم اعطاء كل حرف من الحرف الهيجائية العربية رقم يقابله وذلك حسب جدول متوفر للجميع يطلق ايضا عليه اسم حساب البجدية ومجموعة حرفه هي 28 حرفا الحروف الابجدية هي الجدول التالي يظهر الحروف والارقام التي تقابلها في حساب الجمل جدول حساب الجمل كل حرف اذا لديه رقم يمثله والارقام تبدأ برقم واحد وتنتهي بالرقم ألف وهي على التوالي ألف همزة على الألف يساوي واحد بيساوي اثنان جيم يساوي ثلاثة دال يساوي أربعة ها يساوي خمسة ويساوي ستة زين يساوي سبعة حا يساوي تمانية طا يساوي تسعة يا يساوي عشرة كاف يساوي عشرون لام يساوي ثلاثون ميم يساوي أربعون نون يساوي خمسون سين يساوي ستون عين يساوي سبعون فا يساوي ثمانون صاد يساوي تسعون قاف يساوي مئة را يساوي مئتان شين يساوي ثلاثمائة تا يساوي أربعمائة فا يساوي خمسمائة خاء يساوي ستمائة ذال يساوي سبعمائة ضاد يساوي ثمانية مائة ضاء يساوي تسعمائة غين يساوي ألف ملاحظة التاء المربوطة تحسب تاء يعني أربعمائة أليلوف المقصورة والياء المقصورة تحسب ياء عشرة الهمزة لا تحسب نهائية صفر الهمزة على الووي أو الألف المقصورة لا تحسب نهائية ويحسب الحرف الدحلات عليه الحرف المشدد أو الممدود يحسب كالحرف نفسه حساب الجمل الصغيرة حساب كلمة واحدة مثل اسم محمود حساب الجمل الكبيرة حساب عدة كلمات مثل علي عشق مريم الحرف الأبجدي القيمة وفق حساب الجمل ألف واحد ألف همزة على الألف واحد واحد ألف همزة تحت الألف واحد ألف ممدودة واحد همزة على السطر سفر همزة على الواو ستة باثنان جيم ثلاث دال أربعة خمسة مربوطة أربعمائة وستة سبعة حا ثمانية طا تسعة ألف مقصورة عشرة ياء عشرة همزة على الياء عشرة كاف عشرون لام ثلاثون ميم أربعون نون خمسون سين ستون عين سبعون فا ثمانون سا تسعون قاف مئة را مئتان الشين ثلاثمائة تا أربعمائة فا خمسمائة خا ستومائة ذال سبعمائة ضاد ثمانية مئة ضاد تسعمائة غين ألف ثمانية